مستنقعات آسنة وبقايا مقالع ونفايات وحشرات جالبة للأمراء هكذا انتهى الحال بمشروع مجاري الديوانية الكبير الذي استلمته شركة الرافدين منذ سنوات طويلة وتركته من دون أن تنجز فيه سوى القلي مشروع مجاري الديوانية الكبير الذي أحيله إلى شركة الرافدين عام 2011 من قبل رأس الوزراء بـ 218 مليار دينار طبعا في حين هذا المشروع لم تستفد منه المدينة بالعكس زاد الطين بله وذلك بسبب فساد العاملين داخل الشركة والمقيم ومجلس المحافظة في وقتها وحتى المحافظة تم تفليش أغلب شوارع المدينة وتركها من عام 2011 ولحد دنان وحتى البلدية أصبحت عاجزة عن تبليط الشوارع بذريعة عدم استطاعتها ولب تقتصر الأضرار على توقف المشروع الذي يفترض أن يأخذ المدينة نحو الأفضل وينتشلها من شبكات مجاريها المهترئة بل ذهبت أبعد بتهديدها حياة أهالي المدينة مشروع مجاري الديوانية ضحية من ضحايا الفساد الذي نهشت أياديه جميع مشاريع البنية التحتية في البلاد منذ عام 2003 فساد يتجلى بأسوأ صوره مع قدوم كل موسم انتخابي يومية أصحاب الشأن أو البلدية أو المجاري أو غيرها يجون راح نسوي راح نسوي يأخذون القشة اللي هي يستفادون من عتا المليارات هاي المعروف عليها بالعرب مو؟ فيأخذون هين وهكروا هذا الموضوع بس أتمنى من الله خليجون يباتوا الليلة يم هنا ويشوفون البقاء يلاموها كبرهم عتا أنا بس أريد واحد مسؤول من المسؤولين يجي ينام ليلة هنا هاي الخيسة وهذا البق سبعين حكومات يجي باتسل بالانتخابات ما يحط لك رتس ويجي قعيد ما يجي علي أنا شيخ حشيرة ومسؤول المجلس محلي يجي يقلي تعال بوي أثقب لي لك أنا أثقب لك سون بهذا الباطل يطلع لي لجاي مرة وحدة ساعة ساعتين ثلاثة من وقت قريدة وشوف هذه مجاري الديوانية مشروع دمره الفساد والإهمال الحكومي كما فعل بالمئات من المشاريع الخدمية المتوقفة والمتلكئة في البلاد منذ سنين طويلة إلى أن بات العراقيون يأنون من تفاقم سوء أحوالهم ترجمة نانسي قنقر